تنفيذاً لتوجيهات حربي صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنتم حمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أطلقت المؤسسة دبلوم القيادات الرياضية رائدات المستقبل الرياضي وذلك خلال مؤتمر صحفي عقيدة في مقر المؤسسة دبلوم القيادات الرياضية رائدات المستقبل الرياضي مبادرة جديدة تضاف إلى سلسلة المنجزات التي تسهم في الارتقاء بمكانة وحضور المرأة رياضياً بهدف تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي ليتسنى لهن المشاركة في قيادة وتوجيه القطاع الرياضي المحلي والارتقاء بواقع أعماله وتطويرها تم قبول 25 منتسبة فقط في هذا البرنامج اللي نجحو فيه نحن اليوم فخورين بهذه المنتسبات وبإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله راح نرى في المستقبل قيادات شاب قادرة على إدارة وقيادة القطاع الرياضي في الدولة وفق خطة متكاملة تستمر على مدى ستة أشهر تخضع فيها المشاركات لسلسلة دورات وورش عمل تدريبية حول مهارات القيادة الاستراتيجية في المؤسسات الرياضية والاتصال والتفاعل الإعلامي والحكم في المجال الرياضي إلى جانب ندوات تتطرق للحديث عن مسرعات مستقبل رياضة المرأة نحن مراكزين أكثر على البنات في المرحلة الحالية ولكن طبعا هذا شيء ما ينقصر في الأولاد ولكن للأمانة شفنا مدى حرص البنات على استفادة من الدورات أكبر لو عما من عيالنا الأولاد خلنا نقول ممكن نحن طبقنا برامج في الصيف لصناعة قيادات الشابة كان مفترض يكون لأولاد والبنات ولكن استعداد البنات كان أفضل وأقوى تكمن أهمية دبلوم القيادات الرياضية في أنه دبلوم مهني تصب مخرجاته في صناعة قيادات رياضية نسائية شابة يحتاجها مجتمعنا كونها مهمة وطنية تسهم في تعزيز مسيرة تمكين المرأة من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبها ومهاراتها وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم قطاع المرأة الرياضي مبادرة رائدات المستقبل الرياضي مبادرة أولى من نوعها غنية بأهدافها ومخرجاتها ومن بينها الترشح للمناصب القيادية في المجال الرياضي مساهمة في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية يخبار الدار مجلس سويدي الشارقة